ممكن اختصر لك دقيقة او دقيقتين من الفيديو بجملة وحدة البساطة في الواقع وفي كثير من الاحيان هي علامة على الحقيقة ومعياره للجمال الله 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 من المتوقع يا صديقي انك انت تكون فتح الفيسبوك فتح الانستجرام وتشوف كثير من النقاد انه كتبين فيلم افاتار الجزء الثاني هو فيلم بسيط القصة بسيطة هو فيلم سيء لانيتو بسيط لا تسدي هذا الكلام خطأ والله البساطة في بعض الاحيان هي اللي بتعطي العمق هي اللي بتعطي جمالية للفيلم مو ضروري ابدا تروح تجيب ورقة وقلم تقعد تكتب وتحلل وتناقش وتفكر رموز بس لا حتى تفهم قصة هذا الفيلم في كثير من الاحيان يا صديقي البساطة هي اللي بتعطي جمالية للفيلم اي شخص بتشوفه على الانستجرام على التيك توك على اليوتيوب على الفيسبوك على التويتر بيقلك انه فيلم افاتار الجزء الثاني فيلم بسيط فهذا الشيء سيء قل له لا يا صديقي على العكس تماما البساطة واحدة من ايجابيات هذا الفيلم واحدة من الايجابيات اللي بتخليك تركز في جمالية العالم يا جباعة شيقوا عن موضوع CGI رح نجيبه بعد شوي والجمالية الصورة اللي انت تفرج عليها وهك ان العالم ذات نفسه وتنحكي انه الجزء الاول صدر في عام 2009 بعد 13 سنة طلع عنا الجزء الثاني كمية التفاصيل اللي موجودة بصراحة ما هي طبيعية على تطلاقه ومع ذلك من دون اي حرق في كتير من الشغلات يلي تم تأديرها واضح انه هي موجودة ولكن ما فرجونا اياها لحتى نوصل لجزء الثالث والرابع والخامس فالشيء اللي صار يا صديقي في الجزء الثاني من فيلم الافاتار هن راحوا شافوا الفيلم الاول اخدوا الاشياء يلي عجبت الجماهير انا كالشخص شفت انه فيلم الافاتار فيه واحد اثنين ثلاثة شغلات جميلة اخدوا هدول الشغلات الجميلة عدلوا عليهم طوروهم وبنوا عليهم لحتى يعطونا الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس لانه قوعك تفكر ان الجزء الثاني راح تنتهي القصة لا الجزء الاول مع الثاني مع الثالث مع الرابع مع الخامس هن نسلسلة موجودة حتى يعطوك قصة قصة ملحمية قصة مبنية على اجزاء معينة ففعليا القصة ما حتنتهي بالجزء الثاني ولكن الجزء الثالث والرابع والخامس كله راح يكون مربوط ببعضه وهون اذا بدنا انقفني على حدا واضح انه لازم نحكي عن جيمس كاميران اللي هو فعليا مخرج هذا الفيلم وشارك في كتابة الفيلم في كتابة هذا العالم وخلق هذا العالم بصراحة عالم ما هو طبيعي على الاطلاق القصة جميلة القصة مألوفة ما بقلك ان القصة هي شيء خارق الطبيعة مألوفة انت في عندك عالم في ناس مسالمة خلينا نقول بديون تهديد معين بدون يحاولوا يحاربوا هذا التهديد بمساعدة مخلوقات معينة ما بنا ندخل في حرق اي القصة الرئيسية اللي انت بتحتاجها لحتى تعرف ايشو قصة فيلم افاتر الجزء الثاني ولكن برجع بعيد وبأكد خلق هذا العالم والاشياء الايجابية لنحن منحب بفيلم الافاتر يبني عليها هاي الموضيع هون كانت البساطة في القصة مع هاي التفاصيل عطوا العمق عطوا القوة لهذا الفيلم نحكي بنا انت تعتبر من اساسيات الجزء الثاني من الفيلم والهي فعليا تطوير العلاقات ما بين الشخصيات من خلال هذا الفيلم فيه علاقات معينة من نحن منشوفها في الجزء الاول هذا الفيلم او هذا الجزء بيسعى ان هو يطور هاي العلاقات لحتى تخدم الحبكة وتخدم الاجزاء القادمة او تخدم القصة الملحمية المبنية على اجزاء متعددة الفيلم يا صديقي ثلاث ساعات وشوي ومن وجه التظري هو مقسوم لقسمين القسم الاول هو القسم المذهل بصريا هو القسم يلي بفرجيك انه الافلام صاحبة الميزانية العالية تاخد عقلك بالبداية لحتى شوي يضغط نظر عن القصة والحماس والتشويق اللي راح يكون موجود فبمعنى اخر القسم الاول من الفيلم او النص الاول من وجهة نظري هو الفيلم اللي امتعني بصريا وكان عب يبنيني لعلاقات ما بين الشخصيات وعب يقدم بعض الشخصيات الجديدة عب يفرجيني شلون الاولاد الاجداد شخصياتهم شلون هي وموجودة الاشياء العاطفية كان عب يبنية شوي شوي لبينما نشوف انه خلط انا انذهلت بصريا بالشيء اللي عب يشوفه بدخل للنص التاني من الفيلم انا وفهمان اشي اللي عب يصير انا ومستمتع ومندخل فعلا بقى للتشويق ومندخل للاثارة اللي رح تتواجد بالفيلم فبصراحة هاي نقطة انا بشوفها ايجابية وبصراحة هاي نقطة انا بشوفها عبقرية يعني ممكن نكون الموضوع الجماعة بسيط والله يعني اللي شايف الفيلم اكيد فهمان انا عن ايش عب بحكي بالزبط البساطة اللي هلا انت عب تسمح مني هي الشاي اللي عب تعطي جمالية للفيلم وقت تدخل وتتفرج على الفيلم رح تفهم كل كلمة انا عب بحكيها حاليا في نقطة بصراحة مالي عرفان اصنفها ايجابا ولا اصنفها انه هي عادية هي مالة سلبية بس مالي عرفان اجزا هي ايجابية ولا لا يتمنى انكم شاركوني رأيكم حول هاي نقطة دحت في الكومنتات واللي هي طريقة جيمس كاميرون بهذا الفيلم في احد الشغلات اللي كانت موجودة حست اني انا شايفة بفيلم قديم وفعلا بعد ما طلعت من فيلم اتذكرت انه هذا الحدث او هذا الشيء اللي صار شفته انا قبل بمرة بفيلم ترميناتر كمان لجيمس كاميرون فبالتالي هو اخذ شغلة من هون وحتى في فيلم تاني كمان اخذ منه شغلة ضيفة على فيلم الافتار فانا مالي عرفان هاللي هي ايجابية يا اشوف شغلات لجيمس كاميرون من قبل شايفة من قبل ولا هي فعليا شغلة عادية طبعا برجع بعيد انه الموضوع ما له سلبية على الاطلاق بالعكس شيء جميل جدا انك انت تشوف هذا الرجل جيمس كاميرون عنده طريقة معينة يعني يوم انت تفتح اي فيلم جيمس كاميرون بتقول انه هذا من اخراجه وان كتابته واضح 100% انه جيمس كاميرون له لمس فيه فطريقة موجودة واضحة مع استعمال بعض الاشياء من افلام سابقة في عندي نصيحة اخذة بعين الاعتبار وعك تدخل على هذا الفيلم بدون تقنية الايماكس 3D لا تتفرج على فيلم بدون هيئة تقنية لحتى تستمتع بصريا تتغذى بصريا يا جماعة هذا واحد من الافلام القليلة اللي بتذكر انه وابهرني بصريا يعني انا قاعدها بتفرج بكل فريم بتحس عرك انت في عالم مختلف تماما مو قصة انك انت بتعيش معه للجو او بتحس بالاحساس انه انه بيشعره لا لا فيه شيء معين انت بتقعد مو تبيعي ابدا شعور خارقة الطبيعة هذا طبعا كله مسنود للسي جي اي اللي كان موجود للفريمات اللي كانت موجودة المدروسة بعناية كل فريم عب يعطي بسالة مختلفة فبطريقة او باخرى بصراحة شيء مذهل بصريا والسي جي اي وتقنية الثري دي بتدخلك بعالم مختلف تماما طبعا وجود المشاهد اللي هي بتكون تحت المي او المناطق الجديدة اللي شفتناها من باندورا بصراحة كله شيء ممتع وفي البداية انا ذكرت لكم انه في بعض الاشياء اللي ما افصحوا عنا بهذا الفيلم تركوه لجزء الثالث وجزء الرابع وجزء الخامس واللي هي كمان مناطق مختلفة او اشياء مختلفة لسه تخيلوا هذا كل الابهار اللي نحن مبهرناه لسه في عنا جزء قادم وجزء بعده وجزء بعده بصراحة انا ماني متخيل كمية الحماس اللي اجتني من بعد هذا الفيلم صلي زمان ماني بتفرج على فيلم خلاني انبسط في البداية بصريا سمعيا الموسيقى جبارة الساوند افكس اللي موجودين مو طبيعيين ابدا القصة برجع بقلكون هي ليست افضل قصة في العالم ولكن البساطة اللي فيها عطي العمق اللازم لفيلم افاتر يعني انت اليوم بتدخل هذا الفيلم ما تتوقع قصة جبارة بس توقع انه يكون في عندك بناء لعالم جميل جدا بناء عالم بسيط بطريقة جميلة بطريقة حماسية بطريقة مثيرة ما تتوقع ذاك الشيء الخارقة الطبيعة بس تشوف شيء حلو فعلا انت رح تدخل على هذا الفيلم تتفرج على شيء جميل جدا بطريقة او باخرى يا صديقي هذا واحد من اجمل الافلام اللي رح تتفرج عليها لهي السنة يستحق انك تضيع 3 ساعات وشوي من حياتك يستحقه بشدة رح تدخل تنبسط تطلع تكون مبسوط بالمناسبة الفيلم زائد 18 ولكن يصلح للمشاهدة العائلية ما فيه اي مشاهد مخلل للأداب فممكن انت تاخد عيدك تروح تتفرج او بالبيت بس ينزل الفيلم اونلاين توقع تتفرج عليه رح يكون موضوع بصراحة لطيف جدا جدا وإلى هنا يا صديقي نكونوا قد انتهينا من مراجعة الجزء الثاني من فيلم افاتر إن شاء الله تكونوا مراجعة لتعجبكم المراجعة اللي من دون أي حرق إذا بيجي واحد بيقول لي حرقت بدأ عمل لك مشكلة يعني بصري برجو فأنا بعمل لك مشكلة فإلى هنا لكونوا قد انتهينا من هذا الموضوع أنصح برجع بعيد بمشاهدة الفيلم تقييمي للفيلم رح يكون 8.5 من 10 بدك تسألني ان الفيلم عجبك كتير ليش عطيه 8.5 ما عطيته بتتسعة وما عطيته عشرة لأنه هيك عطيه 8.5 مابع أخو مرائي شي بدأ عطيت 8.5 بس هيك متاه موضوع وإذا عجبك هذا فيديو يا صديقي لا تنسى أنك تحط لايك عليه تشترك في القناة زي لحد الأم أناك مشترك اتفاعل زر الجرس أول ما ينزل أي فيديو بيصل فوراً لعندك على الموبايل بنشوفكم فيديو الجاي السلام عليكم